خلينا نبدأ بقى بالكلام والحديث عن مباراة أمس البعض يقول لك أنا كنت متوقع النتيجة زي كده البعض يقول ما كناش متوقعين هاي سكور عشان المؤجلات زي ما أنا قلت كنت بقول يعني ما لازم حاجة كده بتحصل ضغوطات برضو بتكون موجودة ولكن سؤالي هنا خاص بي البعض النقد اللي وجه ليه كولر وقال لك التدوير بتاعه والسكواد والتشكيل ما كانش الأفضل رغم ان احنا تاري هنرجع نقول بالعكس المهم جدا ان انت يبقى عندك كل اللعيبة في جاهزية عشان مشعورش ان فيه مركز يعني فيه فراغ لو فيه إصابة او غياب او غيره اللاعب الخاص بي فأمر طبيعي جدا ان هو يكون فيه تدوير أمر طبيعي جدا ان انا شارك كل اللعيبة بترد على ده ازاي هو وضع طبيعي طبعا اللي بيحصل ده وارد في الكوران بالنسبة للنادي الأهلي أي يعني في كل موسم بيبعنده استحققات كتير فبيجي يتركم عليه بعض المباريات مؤجلات بتبقى وارد بعض فدي طبعا في الوقت الحالي اللي احنا بنتكلم فيه فنيا انا اهم حاجة عندي بالنسبة للمؤجلات ان انا احصل على ثلاث نقاط لان انا بنافس مطلوب مني بطول الدوري فحيطة الأداء بالذات لما يكون كل ثلاث ايام ماتش هيبقى الأداء مش اللي هو المطلوب من الجازة فنية ومن العيبة بالنسبة للجماهير او الاعلاميين او الناس المعنية عن كورة القضاء لان فيه وقت انت حضراتك بتستغني شوية عن الأداء بحيث انت حصدت ثلاث نقاط الأداء هيجي ولما يكون فيه ضغطات على النادي الأهلي ضغطات من ناحية المباريات ان برضو الثلاث ايام دي بتبقى صعبة جدا لازم يكون فيه تدوير والتدوير سعاد بيبقى جابي وسعاد بيبقى ممكن بيبقى فيه شوية سلبيات بسيطة الراجل بيشتغل على الحاجات دي كواس جدا 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 وهو من الغاية دلوقتي ناجح يعني هو طبعا نقدم له التهنية عيد ميلاده تم 63 عام الموسم اللي فات خد العلامة الكاملة ان البطولات وعمل انجازات مع النادي الأهلي السنة دي لو سقط منه بطولة او تلتين عندنا لسه خمس بطولات هو مشارك فيها هو بيعرف يتعامل مع المباراة الناس عشان برضو عايزة ايه مكسب على طول وعايزة اداء كمان المباراة الجونة كان فيها الشوت الاولاني عكس الشوت التاني لحد ما هو هو كان بادئ بناس طبعا ندفت كان بقاله فترة ما بيشاركش وفيه اتنين لعيبة كانوا محطوطين في المباراة دي يمكن بقالهم فترة مسلا ما شاركوش الحاجة برضو سعادتني جدا عودة مودست اللي هو كان عليه نقض كبير جدا كان عليه تشكيك يعني بشكل كبير هو النقض فيه تشكيك اللعيب بجيء على النادي القلي ولازم يكون أفضل من كده بكتير هو ممكن يكون عنده إمكانيات كويسة بس عشان يخش في فورمة المباراة أو يقف يسعد جميل نادي القلي لازم يكون بيهدف لان المهاجم لو ما كانش ينزل الملعب وبيجيب جون يبقى ليه بصمة الجماهير بتبقى برضو مجدودة شوي والكرة العربية والمصرية والأفريقية وانا قلت الكلام ده مختلفة فأكيد مش مرة واحدة حيجي أتأقلم على اللعبة عندنا أكيد بيبقى فيه وقت كبير يعني فأكيد ده أمر طبيعي لازم برضو الناس تبقى واخداف في الحزبان أكيد والناس عايزة تساعده هو كان بعيدا عن المباراة بس إن بارح الهدف اللي جابه بيدل إنه هو العيب يعني متمكن وعنده مهارة وبيعرف اتعامل إزاي جوه الصندوق حاجة يعني طاهر عمله اللونج باس طويل بقى جنب المساك حط وش اللي جابها قدامه ورحم دايس عليه عملها ببطنة ليه فيه حاسة الفروت صحيح فإن شاء الله هنزبر عليه شوية لحد ما يتقلق ده بنضمن برضو المكاسب بتاعت إن بارح